والله الرحمن الرحيم والحمد لله وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع لقاء الثالث عشر مع وقفة مع موقف ولازلنا مع موقف الصحابي الجليل كعب ابن مالك لما تخلف عن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة المعروفة باسم غزوة تبوك وأشرت إلى أنه جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وانزح عنه الباطل ولم يتمادى في التعلل والاعتزار بأعزار ليست حقيقية لكنه قال نصا كما جاء في السنة الصحيحة والله يا رسول الله لو دلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعزر عند غيرك لا لأن الصحابة كانت لديهم حساسية شديدة جدا من أن تزل أقدامهم أو أن تضعف نفوسهم ما خافت أن ينزل الله تعالى قرآنا يفضح حالهم وقد قال عبد الله بن عمر كنا نخشى أن ننبسط أن نتبحبح مع زوجاتنا ما خافت أن ينزل الله تعالى فينا قرآنا فكانوا كذلك سيدنا عمر كما أشرنا في موقفه بعد يعني بعد ما حدث منه من مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم لبعض بنود صلح الحديبية أنه ظل يعتزر ويتصدق ويصوم ويعتق ونادما مستغفرا بسبب يعني رده على النبي صلى الله عليه وسلم ما خافت أن ينزل الله تعالى فيه قرآنا يعاتبه فيه فشاهد في ذلك قال ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه أي تغضب علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله لا والله ما كان لي من عزر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق قم حتى يقضي الله تعالى في أمرك الشيء أن كعم بن مالك بيصور مشهد قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم لما عاتب نفسه عتاب شديد جدا قال فكنت أخرج من بيتي فلا أرى في المدينة إلا معزورا واحد ضعيف واحد كسيح واحد مشلول واحد أعمى واحد كبير طاعن في السن أو مغموصا عليه بالنفاق أو شخص مطعون عليه بالنفاق إنه ده منافق فازداد ألمه الداخلي وحزنه أتساوى مع هؤلاء أضع رأسي مع هؤلاء وده في الحقيقة درس أحبتي درس ولذلك ربي يعني في ختام الآيات بيقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ابتعدوا عن البطالين عن المنحرفين لا تصحب أمثال هؤلاء ولا تجعل نفسك في وسطهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آيتنا فأعرض عنهم حتى يقوضوا في حديث غيره من ضمن الابتلاءات التي تعرض لها هذا الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يعتزلوا فالتزم الناس جميعا أن يعتزلوا سلاسة كعب بن مالك هلال بن أمية مرارة ابن الربيع هؤلاء الذين اعترفوا أنهم قصروا وأنهم كانوا قادرين على اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنهم تخلفوا بدون عزر فالرجل قال سألت هل معي من أحد قال مثل ما قلت فقالوا نعم فلان وفلان فقال يعني هما صالحان دول ناس حلوين وناس مرتحين وناس مؤمنين صادقين فبالتالي أنا لي أسوة في أمثال هؤلاء لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بعض أهله بعض الناس ماذا فعلت قال اعترفت وقال النبي صلى الله عليه وسلم قم حتى يقضي الله في أمرك فلموني وعاتبوني وكدت أن أرجع مرة ثانية لأخرج بعزر لكن لم أعرف أنه فيه هلال ومرارة لا عزم على أن يثبت على ما قال رضي الله تعالى عنه أرضاه ثم اعتزله الناس جميعا لا يكلمه أحد ولو كلم أحدا لا يرد عليه حتى يعني كان له صديق ابن عم اسمه أبو قتادة مرة كده بيسأله بيقوله أستحلفك بالله يعني هل تعلم أنني أحب الله ورسوله ما ردش عليه لأنه خايف يرد عليه يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتنكر له الخلق جميعا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم أملهم هو الله سبحانه وتعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه في تلك الأثناء رجل نبطي فلاح جاي من بلاد الشام وبيسأل على كعب ابن مالك فحد أشار عليه لأنه كان بيخرج من بيته ويذهب ويصلي بخلاف هلال ومرارة اللي اعتزلوا خالص لأنه كان شاب قوي فلما وصل إليه قال أنا رسول إليك جئت برسالة من ملك غسان في الرسالة إيه بيقوله علمنا ما حدث لك من صاحبك فاقدم إلينا نواسك يعني سنكرمك ونعطيك من الأموال والحزوة فقلت هذا أول البلاء ده يحدث نفسه ده إنسان محاصر حصار تربوي وحصار شرعي ما هو الإشكال أين أيها الأحبة لو أن المتمع حاصر أهل المنكر حصارا سلبيا دون أن نتبحبح معهم أن نتبسط معهم أن نسامرهم أن نساهرهم لشعروا بسدن كأنهم يعيشون فيه بضيق نفسي والحصار هنا شرعي ليس حصارا دنيويا إنما حصار لله تعالى يقول فعمدت إلى التنور إلى الفرن ولع الفرن وألقى بتلك الرسالة في الفرن ورفض ذلك العرض المغري من الملك الغساني النصراني ورفض كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وده في الحقيقة ملحظ الإنسان في حالة الفقر في حالة الضعف النفسي ربما يتعرض لابتلاءات الضعيف الحقيقي تزل قدمه بسبب ضعف النفس ربما يتحول إلى جاسوس ربما يتحول إلى قواد ربما يتحول إلى تاجر مخدرات إلى صبي لتجار المخدرات أمام الضعف أما القوي فيظل أمله بالله تعالى قويا وهذا شأن كعب ابن مالك ظل قويا سابتا حتى نزلت البشارة بالتوبة ونزلت توبتهم من الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا لما تكلم ربي في سلاس آيات عن هؤلاء الذين تخلفوا ولذلك من شدة فرحه بالتوبة واحد صعد فوق جبل أبشر يا كعب ابن مالك فعلمت أنها التوبة فخررت ساجدا شكرا لله تعالى ده الأمر الأول ولما وصل صاحب الصوت في نفس الوقت قال أعطيته ثوبي ولم أملك غيرهما ولما أرسل إليه النبي ليقدم عليه استعرت ثوبا لأقدم به على نبي صلى الله عليه وسلم وبعدين لما أصل لسيدنا النبي كان في شدة الفرح أن الله تاب عليه وأبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك فقال يا رسول الله يبقى إذا سجد أخذ السوبين اللذين عليه بيعرض على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من كل ماله صدقة لله تعالى لكن سيدنا النبي قال له لا بعض ما تملك البعض أخلي لك البعض الآخر ختم الآيات يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أفضل قارب تركبه وقارب الصدق تركبه ولذلك قال كعب ما نفع عن الله تعالى أو ما نفع الله تعالى أحدا بالصدق كما نفع عنه فكونوا جميعا أيها المسلمون مع الصادقين وانضموا لذلك الموكب المبارك موكب الصادقين أكتفي بهذا القدر والقصة فيها كلام طويل لكن لا يسعني إلا أن أشكركم لحسن استماعكم وطيب جيتماعكم أستودعكم الله السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر